ليه فيه تناقض في صفات الإله نفسه؟ يعني رحمن ورحيم وغفور وودود وعندي صفات تانية فيها بقى المنتقم الجبار ليه التناقض ده؟ هو إيه أصلاً معنى كلمة تناقض في اللغة العربية خليني نفهم؟ الشيء وعكسه لا الشيء وعكسه يبقى ضدان لكن المتناقضان بيسموهم كده بيقولك عليهم إيه؟ بيقولك هما أمران يعني شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان يعني إيه لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ يعني زي مثلا هذا الشيء ملون وغير ملون يستحيل يكون الشيء ملون يعني أية كان وغير ملون يعني ما لهش الألوان خالص يستحيل يجتمع في شيء ما إن نقضين ذلك إن الشيء ده ملون وغير ملون يستحيل أنه يقول إن عبد الله مثلا أنا حي وغير حي دول أمراً متناقضان مستحيل يجتمعون فهل هل الله عز وجل موصوف في شيء أو بشيء من صفاته بحيث إنهما يصيران كالمتناقضين زي الفكرة اللي احنا شرحناها دي لا مفيش كده إنما الرحمة من الله عز وجل موجهة لمن يستحقها بفضله والعذاب موجه لمن يستحقه بعدله